بسم الله الرحمن الرحيم نرد نشوف مع بعض شرح البرنامج الفيزيو برنامج الفيزيو برنامج الرسم المخططات وبرنامج متفوق جدا برسم حاجات مختلفة ومتنموعة كترة جدا زي مثلا بيزيك دياجرام حاجات اشكال بسيطة فلوت شارت ارجانيزيزيون شارت لو عايز اول مثلا المدير ده هيبقى تحت فلان وتحت فلان وفي اعلان وده يضرب ده ويعني لو عايز ارسم تايم لاين لو عايز ارسم اوفيس مسلا لو انا عايز ارسم شبكة مسلا بيزيك نوتورك دياجرام يرسمها لي عايز ارسم برين استورم دياجرام لو عايز مخطط لحاجات اه الاكتريكال لو عايز ارسم فلور بلين ده ده مجرد يعني ايه فايده من غيس انما هو في حاجات كتيرة جواه تقدر تعمل سرش عليها تقدر ترسم انت حاجات جاهزة زي ما انت عايز طيب خلينا اقول له مثلا انا عايز بيزيك دياجرام ونشوف فكرة العمل تمام وهي تقريبا الواجهة بتاعتهم كلهم واحدة مجرد بس بيختلف في بعض الاشكال اللي اقدر اختارها من هنا وابدأ احطها تمام يعني على سبيل المسال تعالى نشوف بس الفكرة بتاعت البرينجت وعملة ازاي ده الشكل بتاع المخطط تمام اقدر اجي هنا من اه من من اه اقول له انا عايز بتاعي الشكل دوت او الشكل ده زي ما اعايز تمام اه اقدر اختار التنصيق بتاع الشكل الاشكال اللي بعمل ازاي زي بتاعها ولكن مسلا عايز اختار حاجة بشكل دوت فكل الاشكال اللي هتحطت باخداء البرينجت او الشكل دوت لاحظت ان هنا بتتغير او الشكل دوت طيب لو انا اخترت مسلا حاجة زي كده هبدأ اسحب انا عندي هنا اشكال موجودة هيت تمام هقول له انا عايز مسلا عايز الرسمة انها هرسمها الشكل ده مسلا وعايز ارسم مسلا السيركل ديت تمام خليها ما نحط ومشي من توزين مع بعض تمام حاجة بشكل دوت تمام طيب انا دوت اللي عايز ابدأ انظمهم لو هاجه هنا في قيمة اه هوم هلاقي بعض الحاجات اللي تسهل علي ان انا انظم الاشكال ديت زي ايه زي اللي هي المحاذية ان انا ممكن اعمل سيليك تعليم كلهم تمام اقول له انا عايز اعمل محاذية مثلا او اقول له كلهم ناحية الليفت او كلهم ناحية سنترل او ناحية الرايت او الطوب او الميدل او البوتوم بحيس انه بقى فيه محاذية بينهم كلهم او ممكن اقول له يعني ايه يعني انا عايز مسلا المسافة بينهم تبقى ثابتة مثلا او عايز او اعمل توزين هورزين او التوزيع في او يعني يديني بعض الحاجات اللي ساعدني على التنظيم بتاحهم او عمال اللي ارتيت لهم كلهم فدي كلها ادوات مساعدة على ان انا انظم الاشكال ديت تمام ممكن انا لما يجي عطول هو بيبدأ اعمال لي زي اوتو جريد تمام اقدر اعمالي من هنا اللي هي ديناميك جريد تمام طيب وقدر برضو من المسطرة دي اسحب وحط جريد بحيث ده خط كده وهمي يساعدني فيه الرسم طيب السور دي فيها فيها خصائص تمام ان انت لو عملت سيليكت على اي واحدة فيهم واقول له هنا شنش اه اه اقدر اغاير الشكل زي ما اعايز تمام اقدر اه املاب اي لون انا عايزه وليكم مثلا اللون دوت اقدر اخلي الغط الخريجي دوت ادي له اي لون زي ما اعايز اقدر ادي له اي مؤسر وليكم بس حاجة سري دي بالشكل دوت دعم طيب اه ممكن برضو اه ان انا اعمله في جروب اساسنا اتحكم فيه اه ان انا انظامهم لو هم في بعض اخلي فيه نظام بينهم طيب اقدر اجي هنا بوينتر طول اقدر اعمل سيليكت على العنصر اقدر اعمل الكنكتور توصيل بين العنصر للعنصر زي ما اعايز حاجة مثلا بالشكل دوت لو انت عايز اشكال جديدة تيجي على الراوشيب وتبدأ بتحط اي اشكال اللي انت عايزها تزحب وتحط تمام وبعدك هتقدر تحكم فيها زي ما انت عايز تمام فالموضوع سهل جدا وبسيط و هتلاقي هنا المقابض بحيس ان انت تدار تحكم في حجمها وتحكم في اذا كنت عايزها مثلا تلاقي في شوية بشكل دوت زي ما انت عايز وبردو نفس الفكرة هتقدر تحكم في الشكل بتاعها وهي حاجة بتجي ترسم لها الكنكتور او ترسم الراو بيتلاقي ان هو بيبدأ يتعرف ان مثلا ده توصل البداية فهو اتوماتيك يوصل بينه او الشكل دوت وتقدر تحكم في ان انت مثلا تجيب النحية دي تجيب النحية دي وهو في اشكال كترة جدا تقدر تختار منها وتضبب منها بحيس تعمل الشكل التوضيحي اللي انت عايزه